طفل اسمه أحمد أحمد رضا أمام محمدين مصطفى بدى وهلال طفل زي طفل كان في مدرسته بيتعلم عاوز ينجح أبو أمو مشتنيونه ينجح ويبقى حاجة يساعدهم يبقى سند ليهم ضهر ليهم يجي طفل تاني اتربع البلطجة اتربع ان يشيل سلاح له صور معانا كتير بتقول ان ده مشروع بلطجي لكن للأسف القانون الدستور حدد سن الطفل اللي بيتحاكم او قانون الطفل بالتحديد قال ان السن حتى 18 سنة ما حصلت مشكلة البنة كل مصر اتكلمت وقالت لازم تعديل القانون او تعديل الدستور عشان نقل من الجريمة نقل من حجم المأساة اللي بتحصل يوميا كل يوم لكن مفيش استجابة النهاردة بقى جايين نصرخ ونقول بأعلى صوت حق احمد امام فين الطفل اللي داخل يشرح شعره في محل احلاقة دي الحقيقة على واب المحل يتغز او يتضرب بمقص مات دا كمان حتى المقص دا مش سلحة ابيض ولا حاجة القرونيين بيقولوا كده في النهاية في ام واب واخ وعيلة كاملة وبالك كاملة واصحابه وكل الناس حزينة على احمد امام ما تجبرنا صورة احمد نوريه لأهل الطفل القاتل يمكن يشوفوا هم عملوا ايه في اب وام اب مش عارف ينام ام مش عارف ينام ام مش عارف اتنام اخ طوله النهارة قاعد يدعي لاخوه هي دي الحكاية المأساة اللي عاشتها قرية انشاص الرمل مركز بيلبيس محافظة الشرقية لو شفتوا حتى الجنازة بتاعته كلها شباب واطفال في سنه كله ماشي حزين يا الصور مش جاهزة ولا ايه تبقى وريني صور احمد وجناسة احمد اللهم عارف اقول له ابوه امه ايه بجد البقاء في حياتكم لكن اكيد اكيد القانون المصري هيجيب حقها احمد احمد دي احمد دي صورة احمد كان طفل زى ايه طفل شاب نفسه ينجح نفسه يبقى حاجة نفسه يساعد اهله للاسف احمد دي تقتل بقي زنب متل ايه طبعا كلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره ده القاتل الطفل ده صورته هو صغير في الفين وخمستاشر او الفين وكام شانس راح في ايده قدامه سنجة وقدامه سيف ولا قدامه ايه ده اللي شايلهم ده مين خلا يشيل ده من ربعة كده فين الاسرة لا سيبوا الصور خطوا الطفلين جنب بعض سيبوهم سيبوا القاتل والشهيد حطوهم جنب بعض خل كل مصري النهاردة تشوفهم ونشوف النتيجة ايه مفيش نهاية لسلسال الدم ده مين اللي رب ده على كده مين اللي عمل كده مين علامه يحطوا قدامه مطبق وسيف ولا سكينة مين اللي قاله كده اكيد اللي رب الطفل ده على كده لازم يتحاسب لازم يتحاسب طيب معانا الاستاذ رضا امام محمدين استاذ رضا استاذ رضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة